يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة حتى أكونوا أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين تمام؟ كم حبنا لرسول الله وهل الحب حب اتباع وابتداء بسيدنا رسول الله فنروح المدينة دلوقتي ونيجي في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر الرسول الله إن كسرت في وصف فإن جمالكم لن يصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كف والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية غل يكتب ما اكتف والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لا البدر ولا واكتف تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرف يكفيه أن البدر يخصف نوره لكن نور محمد لم يخصف فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا عالم الهدى صلاة تشفع بها لنا يوم القيامة والله لا تقبل الصلاة المفروضة كما قال العلماء وهذا ركن من أركان الصلاة إلا بالصلاة على محمد ولا يرفع الدعاء إلا بالصلاة على محمد ولا يقبل الدعاء إلا بالصلاة على محمد ولا يفتح باب السماء إلا بالصلاة على محمد ولا تكفر الزنوب إلا بالصلاة على محمد فاللهم صلي وسلم وسيد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا عالم الهدى سلاة يحل بها العقد ويفك بها القرم ويقضى بها الحاجات